بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا شابتر 12 Keys and Couplings وبنروح للنوع التاني اللي هو Flexible Couplings وأول نوع منه Universal Couplings احنا قولنا قبل كده ان ال Flexible Couplings هي القارنات المصممة لاستيعاب المسالايمنت أو الانحراف في استقامة الأعمدة النوع ده بنسميه Universal Couplings والنوع ده بنكوم من جزئين جزء واحد وجزء اثنين الجزء ده بيركب على عمود بالشكل ده والجزء ده بيركب على عمود هنا هلاحظ هنا ان العمودين بيشكلوا زاوية مع بعض فالنوع ده بيقابل الانحراف اللي هو بيسمى مصمم لاستيعاب هذا النوع من الانحراف لو الجزئية الوسيطة دي تكررتها مرتين ممكن في الحالة دي ان العمود يستوعب النوعين من المسالايمنت بالإضافة الى يبقى في عندي هنا مسافة ما بين العمودين العمودين في حالة توازي وفي مسافة ما بينهم يبقى كده النوع ده بيستوعب الـ النوع اللي بعد كده بنسميه ده نوع برضه مستخدم في الاستيعاب المسالايمنت هنلاحظ هنا انه بيتكون من 3 اجزاء الجزء الاولاني بيركب على العمود هنا وهلاحظ الجزء الثاني هنا بيركب على العمود والمجرى ده خاص بالكي اللي بيركب ما بينه الكابلينج مكونة من 3 اجزاء الجزء اللي ركب على العمود هنا وهنا ادى اتنين والجزء الوسيط اللي في النص هلاحظ هنا الجزء ده فيه تجويف بيقابله بروز هنا والجزء ده فيه تجويف بيقابله بروز هنا لما بتتجمع كلها مع بعضها بيتم دوران العمود الاول وبيدور العمود التاني وهلاحظ هنا ان ده النوع ده مخصص لاستيعاب الليترال ميسالايمنت او البراليل ميسالايمنت هنلاحظ طبعا انه بزيادة الليترال ميسالايمنت لابد ان يكون السرعة الضغرانية ال N اللي هي بالRPM لابد ان هي تكون صغيرة وإلا في زيادة حالات السرعات يؤدي إلى الفاليور أو الكسر للكابلينج أحد الأنواع اللي هي الكميرشيال أو الأنواع التجارية قدامنا بالشكل ده كده جزء بيركب على العمود هنا والجزء الثاني بيركب هنا الجزء اللي في النص ده وسيط فيه مرونة بحيث ان هو يستوعب الانحراف ما بين الأعمدة وبعضها زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده ممكن هو يستوعب Angler Misalignment أو Literal Misalignment بكده نكون انتهينا من Chapter 12 Keys and Couplings ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله ودرس جديد